اتولد محمد الشوبكي في قرية شوبك بسطة بالزأزيق سنة 1940 والضرب بالغنى وهو عنده 12-13 سنة كان بيحضر الأفراح والموالد يسمع ويقلد ولما بدأ اسمه يتردد أن صوته حلو أهله منعوه يروح الأفراح حفاظا على سمعة العيلة واسمها وفي ليلة كان فيه فرح جنب بلدهم هيغني فيه الحج مصطفى مرسي وده فنان شعب تعرف في الخمسينات وهرب محمد الشوبكي من البيت وراح الفرح كان الحج مصطفى مرسي كبر في السن فقال موال بيتحصر فيه على أيام الشباب وش يعمل العود مدام خالي من الأوطار اتأثر الشوبكي بالموال واستأذن ويغني وارتجل وقال يا حج مصطفى من بعد الستين عملوا الحاضرين لك هيبة والشعر الأبيض ده تاج بيزيد الرجال هيبة والفن ما هواش بالسن ده من عند الإله هيبة وفي الوقت اللي الناس كانت بتسقف فيه لمحمد الشوبكي دخل أبوه الفرح وينيه بالطق شرار عايز الواد وشافوا الحج مصطفى مرسي فسأله هو الولد ابنك قال له أيوة ابني ومطلعيني وفكر نفسه فنان فرد عليه الحج مصطفى وقال له بس ده فعلا فنان وحرام تحرمه من الفن وتحرم الفن منه ومن اللي لادي بدأ الشبك رحلته لحد ما بقى واحد من أهم المغنيين الشعبيين اللي ألفوا وغنوا قصص شابها مرة وتاني مرة بالعجل شابها فبص لها وتأكد وعرفها لقاها زي الأمر وتزيد في أوصفها حلاوة السد مش بياض اللون حلاوة السد أدبها وشرفها عجب الجمال حب يسأل على أصله ماشى وراها ماشى وراها يرائبها لقاها مشى بأدبها سأل الناس ألوا عنها ده بنت صلحة وبنت حلال لكن أبوها على أده ما في أي شيء ملك في يده والعطارة بعمله عطار بسيط على أد الحال فقال خلاص على خلق الله ماشى وخد رجلين وياه واصلم لأبوها وجلسوا معاه بعد التحية بدأوا السؤال قالوا احنا جينا إلى حدك الأخ نور طلبي نسبك وبالحلال ياخد بنتك أبو البنية رده وقال يا تلتميت مرحبا بالنس الصالحين وأنا يكل الشرق بنسبك يا نور الدين الدين فرصة أشور أما الجواب بعدين وبعد استشارت البنية البنت رضيت بيه شعر والتاني كتبت وفرحوا يا مستمعين ترجمة نانسي قنقر